في حين يستهجن البعض ما يسمونه بتدخلات دار الإفتاء الليبية في الشأن السياسي الليبي فإن سكوتاً مريباً يخيم حول فلسطيني بجنسية أردنية يعيش في السعودية يصول ويجول في القضايا السياسية والأمنية والشرعية الخاصة بليبيا أنا فلسطيني الأصل جدي السابع جاي من السعودية إلى فلسطين وعاش أجدادي في أرض فلسطين ثم ذهبوا إلى الأردن والدي رحمة الله عليه ثم انتقلنا إلى السعودية ونعمل سنتين أسامة العتيبي شخصية مثيرة للجدل استقبل في ليبيا من قبل بعض أتباع التيار المدخلي في حين كان قد لاق انتقادات لاذعة من بعض رموز نفس هذا التيار داخل ليبيا وخارجها هذا الرجل الذي هو أسامة بن العطايا الفلسطيني الذي يلقم نفسه بالعتيبي والله أعلم هذا ناس أبو لا دخل فيه لا دخل لي فيه لك نقول وصل أمر إلى حد الجنون والطيش وخطة العقل فنصيحتي أن لا يغتر به آل ليبيا لا عوامهم ولا خواصهم الاعتاب الذي أظهر معرفة واسعة بالتشكلات الأمنية في ليبيا وقدم النصائح والتحذيرات وجرح وعدل وزكى وطعن في شخصيات ليبية عامة وخاصة كان له رأي متناقض عندما سئل عن شؤون دول أخرى غير ليبيا فأنا لا أستطيع أن أتكلم عن العلماء واختلفون هل يجوز الكلام في حاكم دولة غير دولتك أم لا على خلاف لكن أنا أبتعد عن هذا الكلام في هذه الدول سواء كان رجل طير أردوغان أو أمير قطر لا أتكلم فيه لقاء الاعتاب في إحدى القنوات الليبية الداعمة لما يسمى بعملية الكرامة كان متخما بالتناقضات فالأمر باتباع مجرم الحرب حفتر الذي لم يترك طرفا دوليا غربيا ولا شرقيا إلا وأشركه في حربه المزعومة كان مبرره عند الاعتاب هو اتباع من عارض التدخلات الأجنبية وبيع الوطن الذين عارضوا بيع ليبيا والذين عارضوا تدخل الأجنب في ليبيا فهؤلاء من على رأسهم المشير خليفة حفتر ومن معه من إخوانه من الضباط دعم رموز وأتباع التيار المدخلي لمجرم الحرب حفتر يراه البعض نتاجا منطقيا لضياع البوصلة عن أتباع هذا التيار بعد انتهاجهم للتجريح والطعن في العلماء والمشايخ والتيارات الإسلامية الحركية ومحاولات ضرب السلفية بالسلفية مما يزيد الشكوك حول صناعة هذا الفكر داخل غرف أجهزة الاستخبارات العربية والغربية